من المنطقة الحدودية مع غزة تنضم لنا مراسلة الحدث لنا كل غاصي لنا ما الذي يجري الآن والتحليق لهذه الطائرات الحربية أيضا نتابعه مباشرة في ذات المنطقة أهلا بك صحيح تحليق مكثف للطائرات الحربية يعني هذه ليست الطائرة الأولى التي نشاهدها أيضا خمس طائرات على الأقل كانت تحلق في هذه المنطقة تتجه إلى قطاع غزة على ما يبدو لتوجيه عدد من الضربات وقصف عدد من المواقع نتحدث أيضا أنه قبل قليل قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قد صرح في بيان وقال أن الآن تشن هجوم بريا في قطاع غزة وبالتالي نتحدث عن الآن أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن قائد المنطقة الجنوبية قال ننطلق الآن إلى لشن هجوم على حركة حماس وكتائب عزيدين القسام في قطاع غزة أيضا اشتباكات عنيفة الآن في هذه الأثناء في عدد من المناطق تتركز في الجبهة الوسطى ونتحدث عن الحدود الشرقية من قطاع غزة دخول للدبابات في تلك المنطقة شاهدناها أيضا بالأمس والآن هناك نتحدث عن اشتباكات عنيفة اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية إضافة لعدد من مقاتلي حركة حماس وأيضا تتمركز هذه الاشتباكات في شمال مدينة غزة وأيضا في الجنوب بالقرب من هذه المنطقة هناك اشتباكات مسلحة عنيفة وبالتالي نتحدث أننا هناك هل يحكى عن أي قتلة في صفوف الإسرائيليين؟ نعم هناك أنباء أولية عن وجود قتلة من الجانب الإسرائيلي أيضا كتاب عز الدين القسام قد أكدت أنها استهدفت عدد من الدبابات الإسرائيلية والآليات العسكرية وتم استهدافهم بشكل مباشر وبالتالي بالتأكيد سوف يكون هناك إصابات في الجانب الإسرائيلي ولكن بهذه الأثناء أيضا هناك قصف عنيف من قبل أطائرات الحربية الإسرائيلية على أكثر من محور المحور الأول وهو في محيط مدينة غزة من الشمال حتى الجنوب وبطبيعة الحال القوات الإسرائيلية ترجح بأن حركة حماس تتمركز في مدينة غزة ولهذا الآن تشن هناك قصف عنيف تساعد الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا القوات البرية والدبابات الإسرائيلية من التقدم ولكن على ما يبدو اشتباك عنيف اشتباك مسلح يجري الآن وأيضا جبهة أخرى وهي كما تحدثنا الجبهة الشمالية هناك أيضا اشتباكات مسلحة على ما يبدو في الجبهة الشمالية وحتى كتائب القسام قالت أن القوات الإسرائيلية حاولت الدخول إلى أحد المباني في بيت لايا ولكن تم التصدي لهذه القوات وإصابة أيضا آليات عسكرية في الجبهة الشمالية وبالتالي نتحدث عن توتر كبير الآن في أكثر من محور المنطقة الشمالية وأيضا وسط قطاع غزة تحديدا بالقرب من مدينة غزة والآن على ما يبدو طائرة حربية أخرى تحلق في السماء ربما عادت بعد أن قصفت المواقع التي تحدثنا عنها المواقع فيه لنسمع للصوت الطبيعي نعم على ما يبدو طائرة حربية أخرى يعني بالحقيقة طائرات لم تفارق هذه المنطقة يعني منذ صباح اليوم منذ بدء تواجدنا في هذه المنطقة شاهدنا يعني طائرات كبيرة طائرات بأعداد كثيرة تذهب إلى قطاع غزة تقوم بالتوجه نحو قطاع غزة لتقصف أعداد كبيرة من المناطق وكما تحدثنا حتى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أكد بأن القوات البرية تستعين بشكل كبير بالطائرات الحربية الإسرائيلية حتى تساعدها بالتقدم البري وتقدم البري بمناطق عديدة من الشمال وأيضا المنطقة الشرقية والحدود الشرقية عفوا وبالتالي تكون قريبة من مدينة غزة التي تعتبر إسرائيل أنها من أكثر الأماكن مليئة بالأنفاق وأيضا بحركة حماس وكتاب عز الدين القسام لذلك الآن نشهد هناك توترات واشتباكات عنيفة وهذه هي فعليا الأخبار لدينا بعد أن كان هناك أيضا توتر في مستوطنات الغلاف بعد رشقة صاروخية أطلقت منذ صباح اليوم نتحدث عن عشر رشقات صاروخية حتى الآن نحو مستوطنات الغلاف وكانت أيضا صفرات الإنذار تدوي في تلك المنطقة وتصيب الأهداف أما أنه يتم اعتراض هذه الرشقات بالأساس هذه المستوطنات هي مستوطنات خالية أو معظمها خالية دعينا نشير إلى ذلك لأن معظم الإسرائيليين أو المستوطنين قد خرجوا بأمر عسكري من القوات الإسرائيلية ونتحدث عن 125 ألف مستوطن وإسرائيلي لن يعودوا إلى منازلهم حتى بداية العام القادم ولكن القبة الحديدية استطاعت أيضا إسقاط عدد من هذه القضائف وأيضا صواريخ لقد سقطت في هذه المستوطنات ولكن لا يوجد هناك إصابات بشرية تتحدث عنها القوات الإسرائيلية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة